مرحباً برنامج حقب من التاريخ في حلقتنا الماضية تحدثنا عن ذي النورين سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه وفي هذا اللقاء نستكمل معكم حديثنا عن خلافة سيدنا عثمان وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفاً على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مناقب سيدنا عثمان وما أكثرها نستكمل بإذن الله تعالى حديثنا عنه أولاً أحييك أحييكم الله وأحيي المشاهدين ومشاهدات الكرام وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا جميعاً عثمان بن عثمان ليس نكرة وليس هم من يحتاج إلى أن نعرف به أو نذكر فضائله رضي الله عنه وأرضاه هو عالم من أعلام المسلمين يكفيه شرفاً أنه ثالث رجل في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكفيه شرفاً كما ذكر السيوطي وسبقه إلى ذلك ابن إسحاق أنه لا يعرف على وجه الأرض كلها رجل تزوج بنتي نبي إلا عثمان رجل الوحيد على وجه هذه الأرض الذي تزوج بنتي نبي تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الشرف لم يقع لأحد غير هذا الرجل وإذا كان يقال له ذنورين لهذا الشرف وهو الزواج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان بن عفان لا نحتاج إلى أن نذكر فضائله لنعرف الناس به ولكن أن نذكر فضائله من باب التذكير ومن باب التقديم لما نريد أن نتكلم عنه وإلا فهو في غنى رضي الله عنه عن ذلك كله فهو عالم رضي الله عنه وارضاه أثمان بن عفان رضي الله عنه ما ذكر هو ما تم ذكره من فضائله رحمه الله ورضيه عنه هذا شيء يسير وهناك فضائل أخرى رضي الله عنه وارضاه ولكن ماذا بعد هذه الفضائل عثمان بن عفان بويع بالخلافة بعد استشهاد عمر رضي الله عنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فالشهيد الأول عمر والشهيد الثاني عثمان كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وفي حديث آخر حديث سعيد بن زيد أنه كان على حراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وكان عليه أبو بكر طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نعم وطلحة والزبير فذكر إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد فالصديق هو أبو بكر النبي محمد صلوات ربه وسلامه عليه والصديق أبو بكر والشهداء هذه الطلحة والزبير نعم عثمان بن عفان بعد أن بويع بالخلافة يذكرون على خلاف بين أهل العلم أنه كان له من العمر سبعين سنة لما بويع بالخلافة تمت البيعة له رضي الله عنه واستمر في الخلافة اثنتين عشرة سنة هذه السنوات الاثنتين عشر سنة عشرة سنة كانت من أجمل السنوات حتى قال الحسن البصري ما كان يمر على الناس يوم إلا وينادي المنادي أيها الناس تعالوا فاخذوا أعطياتكم من كثرة الخير والفتوحات وعثمان كان يختلف عن عمر وهذه يعني أسالي بحيات كل أحد له طريقته عمر رضي الله عنه كانت لما يتلعون لا يوزعها على الناس يخشى أن يفتن الناس بالمال كلا إن الإنسان لا يطوى لا يطوى أن رأاه استغنى عثمان كان يرى خلاف ذلك عثمان يقول هذا خير للمسلمين نعم فما المانع أن نوسع عليه أن نوسع عليهم وأن يفرحوا بنصر الله سبارك وتعالى لهم فكان عثمان يعطي الأعطيات الكثيرة في حياته فاختلف حال عمر عن حال عثمان وعثمان توسع في ذلك فصار يعطي الناس حتى كما ذكرنا حسن البصري يقول ما كان يمر يوم إلا وينادي منادي أيها الناس تعالوا فاخذوا أعطياتكم وأكبر فتوحات في زمن الخلافة الراشدة كان في زمن عثمان وانتهاء دولة كسرة تماما كان في زمن عثمان رضي الله في خلافة عثمان انتهاء شيء اسمه دولة كسرة دولة فارس وعثمان بن عفان رضي الله عنه يعني اختلف عن عمر أنه أذن بغزو البحر وعمر كما ذكرنا منع من ذلك لما استشار عمر بن العاص منع من غزو البحر وكان معاوية يطلب من عمر أن يأذن بغزو البحر فكان عمر يقول له لما جاءت خلافة عثمان أيضا معاوية ظل يكلم عثمان كما كلم عمر يريد غزو البحر فعثمان كأنه اقتنع نوعا ما بغزو البحر فقال معاوية ولكن بشرط أن تكون أنت معهم وزوجتك وزوجتك معك وأن لا تكره أحدا على الغزو إلا من رضي فإن رضي فأعنه على هذا الغزو لكن لا تكره الناس عليه فقال معاوية نعم وفعلا بدأ غزو البحر في عهدي عثمان رضي الله عنه وخرج معاوية ومعه زوجته وأخته وغزو البحر فتح قبرص ثم إفريقيا كل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفي عهد عثمان بني أول أسطول بحري كان الغزو يعني مراكب تخرج سفن كبير لكن بناء أسطول بمعنى أسطول بحري هذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه ذلك الفتوحات والتوسع كان كله في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه طبعا غير غزو البر غزو البر وغزو البحر كله كان في زمن عثمان رضي الله على أوجه وأشده وفتح المسلمون وفتح المسلمون بلادا كثيرة في أهد عثمان تمت توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا والسعة في أهد عثمان في أهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان جمع القرآن الثاني كما قال حذيفة رضي الله لما جاء إلى عثمان قال أدرك محمد محمد قبل أن يختلفوا على القرآن فقال عثمان وما ذاك فقال يكادون يقتتلون على القراءة يختلفون في القراءة فكلف عثمان أربع منه الصحابة أو بعضهم ليس بصحابي كلف أربعة أن يقوموا بجمع القرآن وهم عبد الله بن الزبير وهو صحابي وعبد الرحام الحارث بن هشام وهذا ليس بصحابي سعيد بن العاص صحابي وزيد بن ثابت صحابي وكلهم من صحاب الصغار هؤلاء الأربعة كلفهم أن يجمع القرآن في عهدي عثمان رضي الله جمعا ثانيا بعد جمع بكر وقد ذكرت لكم أوعيد همرة ثانية أن أعجبتني كلمة لبعض أهل العلم قال إن أبا بكر جمع القرآن وإن عثمان جمع الناس على القرآن ثم نسخ ست أو خمس مصاحف جعل المصحف الأم عنده في المدينة ثم نشر خمسة في أقطار المسلمين لكنه مع ذلك كان اعتماد الناس في القرآن على التلقي لا على المكتوب نعم وإنما على التلقي الناس يتلقونه بعضهم عن بعض لكن المكتوب هذا يكون كالفيصل فيما لو وقع خلاف أو كذا هذا هو الحكم بيننا واختلف عثمان عن أي بكر في هذه القضية وهي قضية لا أقول شائكة لكن تكلم فيها البعض سيأتي ذكرها إن شاء الله بإذن الله أن عثمان أمر بإحراق المصاحف المخالفة حتى لا يقع لأنه قلنا عثمان جمع الناس على القرآن فأمر بحرق المصاحف التي ليست على هذا المصحف ليست على طريقته ليست على ترتيبه ليست على الآيات الموجودة التي فيه ليس فيه إلا المصحف بيانتم أنه لم يكن منقوطا حتى يحتمل نعم الأحرف المختلفة نعم يحتمل أكثر من قراءة لم يكن منقوطا ولا مشكلا لا منقوطا ولا مشكلا للقرآن وإنما نقط المصحف في زمن علي رضي الله عنه نعم أو في زمن علي بن ملك وإنما شكل في أهد علي نعم النحف رضي الله عنه لما أمر بالنحف أبي الأسود الدؤلي طيب شكل المصحف ونقط المصحف وقيل أنه نقط في زمن علي وشكل في زمن الحجاج يعني في إمارة الحجاج بن يوسف نعم وقد ذكروا طرفه أن الحجاج كان طره عليه الأمر أنه يشكل المصحف فقال لا ما كان الناس مقتنعا يشكل المصحف فأمر الرجل أن يقرأ عنده إن الله بريء من المشركين ورسوله نعم بكسر رسوله فكان الله بريء من رسول نعم اللهم صلى الله عليه وسلم والقراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله أيضا بريء ورسوله بريء من المشركين فاجاء الرجل وقرأ بجانب الحجاج فقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله فالتلت إلى الحجاج قال برأت الله من رسوله قبحك الله ثم نادى وقال شكلوا المصحف خلاص الناس بدأت تقرأ هكذا شكلوا المصحف فكانت تشكلوا المصحف على كل حال أثمان رضي الله عنه جمع الناس على القرآن كلف أربعة بجمع القرآن كما قلنا زيد وسعيد وعبد الله من الزبير وعبد الحامل الحارث وقال إن اختلفتم في شيء فعلى لسان قريش يكتب وجمع الناس على المصحف وظلت هذه السنوات مرت سريعة عشر سنوات تقريبا سليمة جدا آخر سنتين من خلافة عثمان وقع بعض الاضطراب خاصة في سنة سنة 33 وقع شيئا من الاضطراب ثم بعد ذلك سنة 35 صار قتل الأمير أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نعم إذن أعمال كلها عظيمة الفتوحات وتوسعة الحرمين ثم جمع القرآن الثاني جمع الناس على القرآن بناء الأسطول البحري وأيضا هذه الغصة التي بقيت في حلوقهم حتى الآن حتى جعلوا من يوم مقتل عثمان عيدا فهم يحتفلون بيوم الغدير في يوم مقتل مقتل عمر مقتل عمر نعم وكذلك عثمان يحتفلون به نعم يعني هذه أعمال عظيمة انتهت أيضا دولة كسرى أو دولة فنس نعم لكن وبدأت النهاية في عهد عمر في عهد عمر والنهاية تماما في عهد عثمان نعم على هذه الأعمال العظيمة لابد أن نثني على عثمان نعم ولكن هم لم يثنوا على عثمان وإنما ساقوا العديد من المآخذ العديد من الشبهات العديد من المثالب صحيح يعني عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخارجون ادعوا أمورا أنه يعني أخطأ فيها نعم وكذا يعني من أشهرها والتي يتكلم فيها الناس كثيرا يقولنه ولا أقاربه وأن هذا يعني فيه ميل لبني الميون للأسف حتى بعض كتاب أهل السنة قالوا هذا يقولون على سبيل يعني الاعتذار له أنه كان رحيما بأقاربه كانت صلة الرحم عنده قوية جدا فلذلك أولى أقاربه هذا كلام باطل لأن عندما نقسم نعم مما يحزن أنه في الكتب المدرسية عندنا مثلا في مصر يسوقون أن الخلافة حدث في نهاية خلافة عثمان لأنه أولى أقاربه نعم قال هذا الأسف طه حسين في كتابه علي وبروه نكلم على عثمان بكلام قبيح جدا سيد قطب تكلم على عثمان بكلام قبيح جدا فلما يتكلم واحد مثل طه حسين يقال عنه أميد الأدب العربي لما يتكلم واحد مثل سيد قطب يقال له صاحب كتاب في التفسير وداعية مشهور طيب لما يتكلم هؤلاء وأمثالهم وكذاك العقاد أباس محمد العقاد خالد محمد خالد نعم يعني هؤلاء الكتب وهذا أمر حقيقي يعني أنا بدي أن أنبه عليه أن الناس ينبغي لهم أن لا يقرأوا لكل أحد يعني صراحة يعني يعني لما يكتب خالد محمد خالد ولا العقاد ولا طه حسين ليسوا من أهل الفن نعم حتى يكتبوا في هذا الموضوع يعني هم أدباء طيب لكن ليسوا من أهل العلم الشرعي فلا يقبل منهم هذا حتى سيد قوت ليس من أهل العلم الشرعي أديب فهؤلاء لا يقبل منهم مثل هذا الكلام والحمد لله نحن أمة إسناد فأي أحد يتكلم على هؤلاء الصحابة الله تلو وعلا لما يثني على الصحابة لما يقول رضي الله عنه انت بايعونك تحت الشجرة لما الله تبارك وتعالى يقول السابقون الأول من المهجر والأنصار محمد الرسول الله والذين آيات كثيرة التي مر ذكرها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان الرجل تستحي منه الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قول عبدالله بن عمر ما كنا نقول أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وفي زيادة عند الطبراني قال ورسول الله يسمع ويسكت يعني يقرهم على ذلك يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصدق وشهدان وغير ذلك حقيقة من الأمثلة التي تدل على فضل هؤلاء الصحابة عثمان بالذات نتكلم عنه كذلك قضية عثمان بن عفان لا بد أن نعلم أن هذا إنسان ما هو قضية يولي أقاربه ويراعيهم ويداريهم رجل يريد الجنة هل يعصي الله هل يخون الأمة لكي يولي أقاربه بل هو مبشر بالجنة هذا سوء ظن بعثمان رضي الله عنه الذي نعتقده في عثمان وأمثاله كعلي وعمر والبكر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين الذي نعتقد فيهم ونحسن الظن فيهم ثناء الله تبارك وتعالى واضح جدا فالذي نعتقده ونظنه في هؤلاء أنهم أرادوا الخير وأنه إنما فعل هذه الأمور يرى أنها حق أصاب أخطأ هذا موضوع آخر وسنتكلم عن هذه بالتفصيل لكن الشاهد من هذا أن لا نسيء الظن بهم فلما نأتي ونقرأ لجورجي زيدان النصراني أو نقرأ لعباس محمود العقاد أو خالد محمد خالد أو طاح السين أو سيد قط أو غيرهم ممن أساءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجامل هؤلاء نعتذر لهم على حساب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا كانوا هم لم يتأدبوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتأدبوا نحن معهم صحيح لا نسبهم لا نلعنهم لكن لسنا من من يعتادها ولا يستعقون أن يسبوا أو يلعنوا لكن نقول كذلك في الوقت ذاتي كلامهم باطل ويرد عليهم كلامهم ولا كرامة نعم جزاكم الله خيرا شيخي يعني أتذكر منذ سنوات كنت أقدم برنامجا في التلفزيون المصري وكان هذا البرنامج رجال حول الرسول وكنت أخذ مادته العلمية من كتاب خالد محمد خالد وكنت أبكي حينما أقرأ ما كتبه خالد محمد خالد ولكن اكتشفت بعد ذلك أن الرجل بضاعته مزجاه لم يكن يتثبت من النص الذي ينقله نعم لا شك وبشكل عام بشكل عام يعني هؤلاء لم يكنوا متدينين أصلا يعني ما عدا سيد قطب لا هم أدباء وليسوا رجال أدي وما عدا سيد قطب يعني وأيضا قضى مدة طويلة من حياته ليس متدين الرجل نعم وقد لا يكون أصلا مسيا كان ملحد أو ما شبه ذلك من الأمور يعني ما كان متدين تدين على كبر وهتم بالأدب وله قلم سيال وهو أديب لا ننكر هذا نعم أبدا لكن هذا شيء صحيح علاقتنا معه في ناحية الصحابة وهو شيء آخر نعم نعم فلذلك أنا أقول يعني لا نهت المصيب أن الناس يقرؤون لأمثالها لأن قلمهم سيال والحق يقال لهم قلم سيال لهم طريقة في التأليف وهم كذا صحيح ما عدا طه حسين طه حسين أنا أتصور أنه قد يكون ليس فقط يعني أخطى في حقهم بل أساء أساء جدا أساء جدا نعم بل حتى للقرآن وله كلام خطير جدا يعني عندما أنكر يعني بناء الكعبة وغير ذلك يقول لله أن يحدث أو للقرآن هكذا للقرآن أن يحدث هنا أن يحدثنا عن بناء الكعبة وأن بناها إبراهيم وإسماعيل وإنك قال القرآن لكن لا يجب أن يكون هذا الأمر قد وقع طه حسين أنا قرأته له يرد في كتابي الشعر الجاهلي نعم صحيح يرد أحاديف الصحيحين باطل وهذا لا يقبل هذا والدليل ويذكر حديث من كتاب الأغاني يعني ما هذا التناقض ما هذا الفلسفة الضائعة صح نعم فلذلك أنا أقول وأحذر الناس إذا أردتم أقول للناس إذا أردتم أن تقرأوا التاريخ الصحيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا أحسنوا الظن بهم بناء ليس أحسنوا الظن بهم من باب المجامل لا بناء على ما جاء في الكتاب والسنة من الثنائي عليهم نعم ثم بعد ذلك أقرأوا للمؤرخين الثقات نعم الذين يعني يذكرون بالأسانيد ويذكرون الصحيح دون الضعيف أو على الأقل يذكر لك الإسناد وأنت بحث في إسناد هذه القصة نعم برأة الله فيكم شيخ يعني أشرتم حتى من أراد هو يريد أن يمدح بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيوسيء من حيث لا يدري أشرتم في الحلقة الماضية إلى حافظ إبراهيم في قصيدته وقد أساء إلى عمر وهو يعني يحسب أنه يثني يعني أنه أديب وليس بعالم نعم وهذه القضية لا نهتم بنقل كلام الأدباء الأدباء لا يبالون من أين أخذوا ما يذكرونه على كل حال نرجع إلى عثمان رضي الله عنه نعم قالوا أن عثمان رضي الله عنه يعني ولأ أقاربه كم حابات كم؟ كم واحد من أقاربه؟ يعني نشوف عدد الولاة بشكل عام في زمن عثمان كما ذكر ذلك خليفة بالخياط وغيره يعني عدد الولاة تقريبا 21 وعلي نعم على المدن التي فتحت الكل المجموعة المجموعة 21 وعليه عدد الولاة من بني أمية خمسة نعم أو ليس من بني أمية عفوا من أقاربه من أقارب من بني عبد شمس ليسوا كلهم من بني أمية من بني عبد شمس ولا خمسة وهل تعلم أخي العزيز أن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا خمسة من بني عبد شمس من بني عبد شمس نعم فيقول الشيخ السنة هم كانوا أهل سؤدد مع أن ولاة النبي أقل من ولاة عثمان نعم ولا منهم خمسة نعم فكل الذي صنعه عثمان أنه ولا خمسة ومع هذا لم يكونوا كلهم في وقت واحد الخمسة نعم وإنما يعني أكثر عدد وصل أربعة في وقت واحد أولهم معاوية بالطبع أولهم معاوية وأشهرهم معاوية نعم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وله عمر وليس عثمان وعثمان ليس قريبا يعني أبقى عليه نعم عمر ليس قريبا لمعاوية حتى يقال وإنما عمر وله لأنه يرى أنه أهل لذلك الذي حصل أنه لما جاء عثمان أبقى عليه نعم أضاف إليه مدنا أخرى لكن أبقى عليه واليا على الشام وظل واليا على الشام زمن عمر وزمن عثمان نعم وإذاك يقولون ولاية معاوية على الشام عشرون سنة ولايته على المؤمنين يعني إمارة المؤمنين الخلافة عشرون سنة نعم فهذه العشرون سنة اثنتا عشرة سنة في عهد عثمان وأربع سنوات أو خمس تقريبا في عهد علي والحسن فهذه سبع عشرة سنة وثلاث سنوات في عهد عمر نعم فهي عشرون سنة نعم فهو والي على الشام من زمن عمر رضي الله عنه لمدة ثلاث سنوات كل الذي فعل عثمان أنه تركه وفعلا معاوية كان من خيرة الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وكان معاوية كذلك فكان الناس يحبونه وأنا أضيف لك قضية أستاذي العزيز أقولها ويجوز الحلف على غلبة الظن يجوز وأقسم بالله سبحانه وتعالى لو لم يقع بين معاوية وعلي حرب صفين لما سمعت أحدين تكلم على معاوية إلا بخير فكل القضية هي معركة صفين وسيأتي الكلام عليها معاوية بن أبي سفيان من خيرة الولاد وكان خال المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أخته أم حبيبة أم المؤمنين نعم وكذلك كان من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في نهاية السنة السابعة من هجر قبل أبيه ومنذ أسلم لم يعرف عنه إلا كل خير رضي الله عنه وهكذا حتى كانت معركة صفين فمعاوية لم يعرف عنه إلا كل خير لما كان واليا على الشام فأبقاه عثمان على الشام هذا الوالي الأول وهو معاوية الثاني من الولاد وهو عبد الله بن عامر بن كوريز عبد الله بن عامر بن كوريز أقرأ لك فقط كلام الذهبي رحم الله تعالى عنه الرجل يعني كان من خيرة الرجال عبد الله بن عامر بن كوريز يقول الذهبي كان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم وكان فيه رفق وحلم هذا كلام الذهبي كلام الذهبي عن عبد الله بن عامر بن كوريز وعبد الله بن عامر بن كوريز ليس قريباً لعثمان جداً طيب هو يرجع مع عثمان في عبد الشمس وبعد عبد الشمس عبد مناف وهو ابن عمة النبي صلى الله عنه وابن خالي عثمان يعني إذا قلنا إنه قريب لعثمان فهو قريب للنبي أيضاً وكما أنه ابن خالي عثمان هو أيضاً ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عبد الله بن عامر بن كوريز رجل صالح تقي واعتزل الفتنة لم يشارك في الفتنة لا في الجمل ولا في صفين الثالث عندنا اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح عبد الله بن سعد بن السرح هو أخو عثمان من الرضاعة أخو عثمان من الرضاعة مشكلة عبد الله بن سعد بن أبي السرح أو مشكلة عثمان مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح هو أخوه من الرضاعة الذي وقع أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك تاب كان النبي قد أهدى ردمه في فتح مكة ففره وصفوان بن أمية النبي أهدى ردمه وفر عكرم بن أبي جال النبي أهدى ردمه وفر ثم تاب وقبل النبي توبته وأسلم صفوان وأسلم عكرم وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح الآن لست متأكد هل النبي أهدى ردم صفوان أو لا لكن عبد الله بن أبي أهدى ردمه النبي صلى الله عليه وسلم المهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح أهدى ردمه فجاء إلى عثمان وقال له أنا أسلمت فكلم لي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عثمان يشفع لعبد الله بن سعد أنه لا يقتل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام أكرمة النبي جهل بعد ذلك فالمهم جاء عبدالله بن سعد النبي السرح إلى عثمان فجاء عثمان وكلم النبي قال يا رسول الله إن عبدالله تاب ويري أن تعفو عنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فعادها عثمان والنبي ساكن فعادها عثمان ويقول للنبي بايعه يا رسول الله على التوبة فمده له وبايعه صلى الله عليه وسلم هناك زيادة في هذا الحديث حسنها بعض أهل المضعفها آخرون وهي أنه بعد أن بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الرجل التفت النبي إلى أصحابه فقال أما كان منكم رجل رشيد يراني قد امتنعت عن مبايعته يعني مرتين يكلمني عثمان ما تصرفت يقوم إليه في يقتله أنا هذرت دمه لماذا لم يقتل أحد منكم فقال أحدهم يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك لو غمست بعينك فقال ما كان لنبي أن تكون لخائمة العيون ما يصلح هذا أبدا النبي يغمز بعينه ما يصلح هذا قال ما كان لنبي أن تكون لخائمة العين بغض النظر وقعت أو لم تقع قبل النبي توبته وقبل الله توبته وما أعرف عنه لكل خير منذ أسلم المرة الثانية وهو الذي فتح إفريقيا يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى يقول وقيل إن عبد الله أسلم يوم الفتح ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه بعدها أي بعد أن عاده الإسلام وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم وأيضا اعتزل الفتنة لم يشارك لا في الجمل ولا في صفين الآن عندنا عبد الله بن عامر وعندنا معاوي وعندنا عبد الله بن سعدنا بالسرح بقي عندنا اثنان اثنان طيب شوف سعيد بن الغالس هذا كلام فقط لأبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عامر بن كريز أقرأوه يقول أبو موسى الأشعري عن عبد الله بن عامر بن كريز يقول أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات لأن عمته بنت عبد المطلب هو ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كريم الأمهات والعمات والخالات يقول بالمال فيكم كذا وكذا وهو الذي افتتح خرسان وقتل كسرى في ولاية انتها كلام أبي موسى الأشعري عبد الله بن عامر هو الذي قتل كسرى في ولاية على خرسان وأحرم من نيسابور شكرا لله يقول وعمل السقايات بعرفة يقول ذهبي وكان سخيا كريمة هذا اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز نعم إذن عبد الله بن عامر بن كريز عبد الله بن سعد بن أبي السرح معايب بن أبي سفيان نعم الرابع الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيد نعم أبوه رأس الكفر عقبة بن أبي معيد صحيح لكن هو الرجل وأخته يعني صحابيات نعم أخته أم كلثوم نعم من صحابيات الأوائل وعقبة بن عامر الكلام الذي فيه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقات من بني المصطلق الوليد الوليد بن عقبة نعم أرسله النبي يأتي بالصدقات من بني المصطلق نعم فيقول لما ذهب إليهم خرجوا إليه بالسلاح رأهم جاءوا وعليهم السلاح فخاف منهم نعم وأنهم سيقتلونه فظن أنهم ارتدوا فرجع إلى النبي وقال يا رسول الله ارتدوا بناء على ظنيه هو نعم فقال يا رسول الله ارتدوا فأمر النبي وخالد أن يغزوهم بناء على هذا فروايتان الرواية لو أن خالد أتاهم فما وجد فيهم إلا كل خير يصلون يصلون سيما عدد أي ما فيهم شيء والرواية الثانية أنهم هم لما رأوا تأخر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقات خرجوا بالصدقات للرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر هذه أو هذه المهم أنه ثبت أن كلام الوليد غير صحيح نعم لما قال نعم لما قال أنهم ارتدوا ورادوا قتلي فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فعند ذلك قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء فالاحتجاج على الوليد يقول الله سمه فاسقا لنقل أولا هذا الحديث فيه كلام في ثبوته بصلا مع أن أكثر مفسرين كما ذكر ذلك ابن كثير بل نقل ابن عبد البر الإجماعة نعم على أنها نازلة في الوليد بن عقبة وهذا لا يسلم له لكن على كل حال نقل إجماعة ابن كثير ذكر أن أكثر مفسرين على أن هذه الآية في الوليد أما الرواية الحديث الوارد في مسند أحمد ففيه كلام في ثبوته بغض النظر لنفرض أنه ثبت وأن الآية نزلت في الوليد بن عقبة طيب الإنسان اليوم فاسق هل غدا أيضا يظل فاسقا لا الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنهم طيب وهذه نزلت في أوائل الآيات في المدينة في المدينة طيب في أوائل الآيات ومع هذا أسلم كثير منهم نعم فقال أهل العلم هذا من العام المخصوص هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو أم تنذرهم لا يؤمنهم يعني الذين سبق على الله في علم الله أنهم يظلون على الكفر وإذا أسلم غيرهم فالفاسق إذا تاب لا يسمى فاسقا والكافر إذا تاب لا يسمى كافرا وكون الوليد من عقبة خافهم وظن أنه سيقتلونه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أرادوا قتلي أو ارتدوا أو كذا هذا وهمه فقال الله لا ليس بكذاك ليس بصحي لا تأخذوا خبر أي إنسان فلنفرض أنه نزل في أنه فاسق طيب الفاسق ما يتو طيب تاب الفاسق طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل عامله بعد ذلك بسوء أبدا وكان من المجاهدين في سبيل الله وليد من عقبة نحن نتكلم عن آية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرات سورة الحجرات حياة النبي كلها بعد ذلك كم عاش الله والعالم متى نزلت هذه الآية خلافة أي بكر خلافة عمر ثم جاءت خلافة عثمان فولاه عثمان على الكوفة وكان من خيرة الولاة على الكوفة خمس سنوات يقولون ليس على بيته باب وعرف من عجله وكذا واعتزل الفتنة لم يشارك فيها نعم ال وليد من عقبة ذكروا عنه عنه قضية وهي أنه جاء اثناء من الكوفة نعم فقال لعثمان انه من عقبة يعني شرب الخمر وكان عثمان جالس ومعه علي والحسن وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين ويمكن سعد بن العاص نعم فقال شهد اثنان انه شرب الخمر اما الاول فقال رأيته يشرب الخمر واما الثاني فقال رأيته يتقيأ الخمر فقال ما احكم تعلم بس هذا انا افسرها نعم ولكن الحسن قال ولي حارها من تولى قارها يعني لمس الحر لمس البرد نعم فقال علي يا عبد الله قم فاجلده فقام عبد الله يجلده من جعفر وعلي يعد هذه ذلك حلاقة بين علي وعثمان علي القاضي في زمن عثمان وعلي يعد فلما جلد اربعين قال يكفي جلد رسول الله اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة واكتف بعدها جاء عثمان وقال خلاص بعد هذه انت معزول فعزلوا فالعيب ليس في الوليد العيب ليس في عثمان عثمان طبق حكم الله فيه مع انه اخوه لما ثبت عنده انه شرب الخمر عزله وجلده فهذا لا يعاب على عثمان صحيح منما يعاب على الوليد انصحة الرواية الرواية صحيح مسلم لكن انصحة شهادة الشهود الذين شهدوا على الوليد الوليد لان محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب العواصم القواصم شكك في شهادة الشهود ولذلك يقول الحسن رفض ان يجلده لهذا الامر والعلم عند الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة الوليد ابن عقبة الخامس سعيد بن العاص سعيد بن العاص هذا احد الاربع الذين وكلوا بجمع القوان وكان من عباد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الذهبي كان اميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة وهو ايضا يلتقي مع عثمان في امية طيب سعيد بن العاص وعزل على الكوفة قبل وفاة عثمان يعني عثمان عزل الوليد وعزل ايضا سعيد بن عاص وكان من خيرة الصحابة وهو ايضا اعتزل الفتن انا بودل ونبه على قضية مهمة وهي انا نتكلم عن وليد بن عقبو سعيد بن العاص الان نعم عزلهما عثمان على الكوفة ما بيزعل علي اهل الكوفة الان لكن يفهمون صح ان شاء الله نعم هذه الكوفة بنيت في زمن عثمان في زمن عمر رضي الله عنه سكانها خليط من اماكن شدة ولم يرضوا بوالية شوف في زمن عمر رضي الله عنه ول عليهم سعد بن نبي وقاص ثم عزله سعد بن بوقاص ثم عزله ثم ول عليه عبد الله بن مسعود ثم عزله طيب عثمان ول عليهم ابا موسى الاشعري ثم عزله ول عليهم سعد بن العاص ثم عزله ول عليهم الوليد بن عقبة ثم عزله فالعيب في المدينة اكثر من نعم يعني الولاد ألم يدعو عليهم سيدنا علي على أهل الكوفة بلى علي دعا عليهم كثيرا رضي الله عنه اللهم مللتهم مملوني اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم ألم يدعو عليهم أبناء علي بلى الله المستعان على كل حال فالآن عندنا الولاة الذين يعابوا على عثمان ويقالنا هو ألا أقاربه خمسة معاوية بنبي سفيان وقلنا رجل ما فيه إلا الخير كان قد وليا من قبل نعم وليا من قبل عبد الله بن عامر بن كريز ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعب بن نبي السرح نعم ارتد لكن بعد أن عاد إلى الإسلام أموره طيبة شوف لا يتكلمون عن طريح الأسد يدعى النبوة ولا يتكلمون عليه طيب عبد الله بن سعب بن نبي السرح سعيد بن العاص كان من خيرة الولاة ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعزل ثم الوليد بن عقبة وعزل سنة القرابة مع عثمان رضي الله عنه معاوية يلتقي معه في أمية طيب يعني بالجد الرابع عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية معاوية بن أبي سفيان بن هرب بن أمية يلتقي معه هنا في أمية هذا معاوية سعيد بن العاص يلتقي معه في أمية الوليد بن عقبة يلتقي معه في عبد الشمس وهو أخوه من أمه عبد الله بن سعد النبي السرح ليس من بني عبد شمس لكنه أخو عثمان من رضاعه الخامس عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خالي عثمان ويلتقي معه في عبد شمس فهؤلاء الخمسة هو تلون أمس هنا يعيبون على عثمان هذا الأمر ونحن لا نعيب على عثمان طيب شيخي أشرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خمسة من بني أمي من بني عبد شمس طيب هل كان عثمان رضي الله عنه من من انفردوا بهذا الأمر يعني أن يولي حتى إذا قلنا من أقاربه هذا العدد أبدا ولذلك نقول تولية عثمان لأقاربه هل كانوا صالحين أو غير صالحين بس هذه القضية هل كان هؤلاء الوحيد صالحين أو لا الوحيد الذي يمكن أن يتكلم على الوليد من عقبة وجلده وعزله انتهى الأمر وبعضهم يقولنا صلى بهم الفجر أربعين وكان سكران لا تصح هذه الرواية لكن لو صحت عزله جلده الحد يكفي انتهى الأمر فلو كان هناك عيب فهو على الوليد وليس على عثمان رضي الله عنهم أجمعين في المقابل في المقابل في المقابل نجد أن سيد قطب رحمه الله تعالى طلع حسين العقاد خالد محمد خالد يعيبون على عثمان يقول وَلَّا أقاربه وَلَا يَتَكْلَمُونَ عَلَى عَلِي رضي الله عنه هل وَلَّا أخاربه هو وَلَّا سِتَّة وَلَّا أُلَّا 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 أ أقرب من أقارب عثمان يعني عثمان أقاربه ما في ولا واحد فيهم ابن عمه ولا واحد ابن عم لي عثمان فيه أخ بالرضاعة فيه أخ من أم وفيه أبن خاله طيب واثنان بعدان يعني في الأب الرابع بينما علي رضي الله أربع أبن عمو مخلص وهم عبد الله وعبيد الله وتمام وأثم أبناء العباس ولا ابن أخته الذي هو خاله وهو عبد الرحمن بن هبيرة ولا ربيبه ابن زوجته وهو محمد بن أئي بكر الصديق ولا نعيب على علي رضي الله وندافع عن علي رضي الله ونقول ولاهم لأنهم أهل وما ولاهم لأنهم أقارب لذلك نحن يعني على مصطرة واحدة نعمل عثمان ونعامل علي على مصطرة واحدة لا نحابي عثمان ولا نحابي ندافع عن عثمان وندافع عن علي رضي الله لكن لا نقبل أبدا أن يأتي أحد يطعن في عثمان ويدافع عن علي ولا نقبل أن يطعن في علي ودافع عن عثمان بل نقول إما أن تدافع عنهما كليهما وإما أن تطعن فيهما كليهما وإما أن تسكت هذا هو الأصل فالقصد إذن أن هذه المحابات أو هذا العبث لا نقبله أبدا هذا بالنسبة للولاة الذين ولاهم عثمان أو الطعن الأول على عثمان وهو قضية تولية الأقار الطعن الثاني الطعن الثاني قالوا عن عثمان أنه زاد في الحما بمعنى الحما الحما يعني مكان يحمى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول كالراعي يرعى حول الحما يشك أن يرتع فيه الحما هي المحمية مكان يسيج طيب ويقال هذا حما لا حد يدخلها لي خاص به حماي أرض أشتريها ثم أسوّرها حتى لا يدخلها أحد تسمى المحمية عثمان رضي الله أو قبل عثمان رضي الله الرسول كان له حما صلى الله عليه وسلم لأجل إبل الصدقة عمر رضي الله عنه في خلافته زادت إبل الصدقة إبل بقر غنم أموال الصدقة اللي هي البهائب الأنعام نعم فزاد في الحما وسع الحما عثمان عمر زين فلما جاء عثمان قلنا زاد الخير وزادت الفتوحات فما الذي فعل عثمان زاد الحما ما فائدة هذا الحما الحما يكون لإبل الصدقة حتى لا تشاركها باقي الإبل وحتى لا يدخل عليها فالأرض تكون يعني مخضرة طيبة فترعى في إبل الصدقة التي هي لعامة المسلمين هذه الإبل يعني ليست محمية لخاصته لماله هو لإبلي هو لا لإبل الصدقة يعني بيت مال المسلمين يعني يقال هذه محمية حكومية للحكومة وليست لعثمان فعثمان زاد في الحما اعترضوا عليه لذلك جاءوا لعثمان قالوا له أرأيت ما حميت من الحما الله أذن لك أم على الله تفتري هالذين خرجوا على عثمان هكذا يخاطبونه نعم الله أذن لك بهذا الحما أم على الله تفتري فقال عثمان إن عمر حمل حما قبلي لإبل الصدقة ما تكلمتو يعني تخافوا من عمر إن عمر حمل حما قبلي فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحما وهذا أخرجه أحمد بإسناد صحيح نعم ما قصتها فقط قصتها باختصار حدث بها أبو ذر في صحيح البخاري هذا زيد بن وهبي يقول مررت بالربدة فإذا أنا بأبي ذر قلت ما أنزلك هذا المنزل لماذا أنت هنا قال أبو ذر يقول كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الدهب والفضة فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب وقلت أنا نزلت فينا وفيهم وكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسال وأثير الناس إذن هذا لب المشكلة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لذلك يسميه بعض الناس الآن يقول أبو ذر الغفاري أول اشتراكي في الإسلام نعم أبو ذر الغفاري كانت له وجهة نظر تقول أنه يجب على الإنسان أن يخرج الفائض من أمواله الفائض يخرجه وجوبا يعني خرية التملك ليست مكفولة ليست مكفولة نعم تصدق خلص زائد عن حاجتك نعم تصدق به لا تبقيه وإلا هذا كنز نعم بقية أصحاب النبي كانوا يرون أن ما أخرجت زكاته فليس بكنز نعم قال منك أخرجت الزكات فهذا ليس بكنز وهذا جاء في صيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ما أخرجت زكاته فليس بكنز وهذا الأمر أصلا يعني صار بعد ذلك إجماعا بين المسلمين نعم إجماع بين المسلمين أن ما أخرجت زكاته فليس بكنز وأن الصواب كان مع معاوية وليس مع أبي ذر رضي الله عنه فأبو ذر كان يقول يأمر الناس بتصدق ويتكلم على أصحاب الأموال وكذا أخرجوا أموال لكم لا تنقوا فكان معاوية ينهى فكان أبو ذر يقول لمعاوية الذين يكنزون الذهب والفضة كان معاوية ينهى وهو أمير على الشهر وهو أمير على الشهر نعم قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيقول له معاوية ما أخرجت زكاته فليس بكنز يقول لا هو كنز فمعاوية أرسل إلى عثمان يعني من الممكن أن تحدث هذه فتنة بين الناس طبعا أن الناس الآن يتلقفون هذا الكلام خاصة أبو ذر رضي الله من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذر يثير الناس بهذا الكلام فقال معاوية عثمان أرسله إلي فجاء أبو ذر إلى عثمان فقال له ما لك ذكر الله قال عثمان ما أخرجت زكاته فليس بكنز يعني معاوية طيب فلا تتكلم بهذا الموضوع أنا الآن الخليفة أقول لك لا تتكلم بهذا الموضوع اترك هذا الموضوع يقول فكتب إلي على عثمان أن أقدم إلى المدينة يقول فقدمتها يقول فكثر علي النص كأنهم لم يروني قبل ذلك نعم الناس مشكلة الآن خلق صار الناس أبو ذر جاء يأتون ماذا تقول في هذه الآية فهو لا يملك إلا أن يقول رأيه صحيح أنه قال لعثمان لا تتكلم بهذا الموضوع لا يتكلم لكن إذا سأله الناس تكلم لا يملك إلا أن يقول ما يعتقد نعم قال فكثر علي فجئت إلى عثمان هو أبو ذر جاء إلى عثمان فجئت إلى عثمان فقلت تكاثر علي النص يعني يسألونني ماذا تريد أن أفعل فقال له عثمان إن شئت تنحيت فكنت قريبا لا تسوينا مشاكل نعم نخذ جمب خذ جمب تنحيت قال أبو ذر فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل ولو أمر علي عبدا حبشيا لسمعته إذن وأطعت وهذا خرجه البخاري في صحيح يعني كان الرجل راضيا بما حكنا هذا مشكلة أبو ذر لكن يقول الناس تكاثروا علي ويسألونني يعني يريدوا الرأيي في هذه المسألة وأظن أنه بقوله هذا خرج راضيا نعم يعني هو تنحى واختر مكانه بنفسه نعم 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 يعني ليس نفيا أبدا أبدا لم ينفيه أحد قال له عثمان ابتعد عن تنحى قال أذهب إلى وفي رواية أن النبي صلى الله عند ابن سعد وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إذا بلغ البناء سلعا فخرج من المدينة نعم وكان يقول البناء قد بلغ سلعا سلعا جبل في المدينة نعم فخرج من المدينة فخرجه باختياره وليس طردا ولا إهانة ولا ضرب ولا أوذي رضي الله عنه وأرضاه وعنهم جميعا نعم فهذه الشبهة الثانية أو الثالثة نعم وهي عن أبي در رضي الله عنه وأرضاه نعم المسألة بعد ذلك طاعن في عثمان أيضا في إحراق المصاحف أي مصاحف أي مصاحف الآن عثمان جمع المصاحف نعم وقلنا السبب إن سبب جمعه للمصاحف هو أنه أراد أن يجمع ناس على مصحف الوح حتى لا يختلف الناس نعم بعد أن جمع المصاحف قال يعني ما سواها يحرق لماذا يحرق ما سواها لأن المصاحف تختلف أستاذ العزيز ما معنى المصحف المصحف كل صحابي أو مو كل صحابي كثير من الصحاب كانت عندهم مصاحف خاصة بهم نعم بمسعود مثلا عنده مصاحف المصحف الذي سمع النبي يقوله ويكتبه لأنه من كتاب الوحي نعم علي من كتاب الوحي معايا من كتاب الوحي زيد من كتاب الوحي أبي من كتاب الوحي معاذ من كتاب الوحي فالصحابة رضي الله عنهم كان عند بعضهم مصاحف خاصة بهم هذا المصحف الخاص به أولا القرآن كما هو معلوم يعني هناك ترتيب نزول وهناك ترتيب نهائي بالقرآن الكريم يعني أنت الآن ترى أن أول المصحف ماذا سورة الفاتحة صحيح وآخر المصحف سورة الناس بينما أول ما نزل بالقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وأول سورة كاملة نزلت سورة المدثر نعم فأول سورة في القرآن بعد الفاتحة البقرة والبقرة مدنية نعم وكثير من القرآن مكي نعم وأخروا آية في سورة البقرة أخر من نزل من القرآن فكيف تكون البقرة المدنية هي أول المصحف نعم فنفرق بين ترتيب القرآن النهائي وترتيب القرآن على أسباب النزول نعم أو على ترتيب النزول فالصحابة رضي الله الذين عندهم مصاحفهم خاصة يكتبون في مصاحفهم ما نزل مباشرة يكتب بعد بعض بترتيب النزول بترتيب النزول طبيعي طبيعي جدا أن خاصة الصحابة المكيين عندهم السور المكية قبل السورة الندنية بهذا الترتيب الأمر الثاني هناك شيء منسوخ من القرآن نعم الله تبارك وتعالي يقول وإذا بدلنا آية مكان آية مكان آية وقال الله تبارك وتعالي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت فالقصد هناك آيات من القرآن نسخت بعض الصحابة رضي الله عنهم ما حذفوا المنسوخ نعم المنسوخ موجود مكتوب في مصاحفهم نعم كذلك بعض الصحابة قد يكون في مصحفه يكتب التفسير كما في مصحف عائشة رضي الله عنها مثلا نعم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العاصر وهي صلاة العاصر نعم فيكتبتها تفسيرا نعم من النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة يكتب التفسير مع القرآن فعثمان بن عثان قال كل ما عدا المصحف الذي كتبنا يحرق حتى لا يلتبس على الناس نعم سواء لا يلتبس عليهم في ترتيب المصحف لا يلتبس عليهم في وجود المنسوخ بالمصحف لا يلتبس عليهم في وجود المفسر من المصحف يدخلونه في المصحف نفسه إنه يعني قرآن وهو ليس بقرآن وإنما هو يتفسير للقرآن بعض الصحابة لم يعجبوا هذا الأمر وهي مسألة اجتهادية اجتهد عثمان في إحراق باقي المصاحف يقول علي والله إنكم لتعبون على عثمان أمر لو إنما على مرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني من حسنات عثمان يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه عثمان بن عفان ولكن الأمر كما قيل ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة هؤلاء لأنهم يبغضون عثمان رضي الله عنهم فكل شيء يفعله قبيح نعم وهؤلاء يعني الحقود وكذا هذا لا يصلح معه أصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله نعم كالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله نعم طيب عين الحسود عليك الدهر حارسا تبدي المساوية والإحسان تخفيه نعم فالقصد أن هؤلاء حاقدون هي عين السخت كما قال بس خلاص عين السخت تبدي المساوية نعم فهذه حسنة لعثمان عظيمة بل الآن المصحف لا يقال إلا المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله صارت مطعنا على عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه هذا من سوء طويتهم وخبث قلوبهم نعم هذه تقريبا هي المسألة الرابعة التي طعنوا فيها على عثمان رضي الله عنه وأرضاه نعم يقولون إنه غاب عن بدر نعم شوف هذا جاء رجل من مصر مشكلة مصر مشكلة اشرب ماء هذا رجل مصري جاء إلى مجموعة من أهل المدينة فقال من الشيخ فيكم من كبيركم من كبيركم فقال عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى يا عبد الله بن عمر قال يا عبد الله أني أسائلك واصدقني قال سأل قال هل غاب عثمان عن بدر نعم قال نعم قال هل فر يوم أحد نعم قال نعم هل غاب عن بيعة الرضوان نعم قال نعم فقال المصري الله أكبر يعني انتصرنا وجد ممسك اي خلاص انتصرنا إذن 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 لما خرجنا على عثمان أو لما نريد أن نخرج على عثمان وكذا نحن معذورون لأن الرجل يعني عنده هذه المثلبة أو هذه المثالة نعم مع ملاحظة شيء أستاذي ملاحظة شيء أن فراره من أحد وغيبته عن بدر نعم وغيبته عن بيعة الرضوان هذا ما تحدث في عهد النبي في عهد النبي نعم شوف فرر من غاب عن بدر غاب عن بدر بدر نعم وفرر يوم مؤحد وزوجه النبي أم كلثم ولم يحضر بيعة الرضوان وبايع النبي عنه وجعله عمر من الستة نعم وبايعه علي إذن الآن جايين تعيبون عليه يعني هو يقول الله أكبر فيقول له ابن عمر لا ينتظر نعم يعني تعيبون عليه شيئا ما عابه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاتبه عليه صلى الله عليه وسلم وإنما تعاتبون على هذا الأمر فأجاب عبد الله بن عمر ذلك الرجل نعم فقال له أما غيبه عن بدر فبأمر النبي وضرب له بسهم لأنه كان يريد أن يخرج مع النبي إلى بدر لكن مع أن النبي ما أمر أحدا أن يخرج نعم قال الذي يريد أن يخرج يخرج وأراد عثمان أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي قال له رقي مريضة ابقى معه يمرض ابقى معه نعم فبقي معها بأمر النبي علي غاب عن تبوك لكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فالإنسان إذا غاب بأمر ولاة المدينة محمد بن مسلمة غاب عن كثير من المعارك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غاب الرجل بأمر النبي فهذه محمدة له لا مثلبة فالنبي هو الذي أمر عثمان قال ابقه في المدينة فبقي في المدينة ولما رجع ضرب له بسهم صلى الله عليه وسلم هذا بذر أما أحد فأحد قصتها قصة أحد في بدايتها انتصر المسلمون في أول معركة حسبت من أولها وانتصر المسلمون في أحد لكن الذي حدث أن الرمات تركوا مكانه لما رأوا أن المعركة قد حسبت وانتهت فتركوا أماكنهم فالتف خالد وكان مع المشركين وعكرمة وكان أيضا مع المشركين فأخذوا مكان الرمات ثم صار المسلمون بين فكي الكماشة نعم فأتل منهم من قتل وكان مما أشيء أن النبي قد قتل نعم صلى الله عليه وسلم فصارت فوضى في صفوف المسلمين ففرد عدد من المسلمين من المعركة بعدها سمعوا أن النبي قتل والضرب يأتيه من الأمام ومن الخلف ولم يستطعوا أن ينظموا صفوفهم ففروا من المعركة وكان منهم عثمان رضي الله عنه فقال الله تبارك وتعالى إن الذين يتولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ذنوبهم ولقد عفى الله عنه خلاص عفى الله سبحانه وتعالى للضرف الذي وقع في ذلك الوقت ولذلك قال ابن عمر عفوا قال أما فراره يوم واحد فأشهد أن الله قد عفى عنه يعني الله عفى عنه وإعلن ذلك في القرآن والنبي عفى أنتوا الآن جئين تحسبون على هذا الأمر قال وأما تغيبوا عن بيعة الرضوان فكان النبي قضى وضع يدهم وكان يد عثمان وقال وهذه بيعة عثمان لأن عثمان هو الذي أرسله النبي بل ذكر بعض أهلي العلم أن البيعة كانت لأجل عثمان نعم لما قالوا أنه قتل نعم لما حبسته قريش ولم تأذى له بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فظن النبي أنه قتل وأن غدر به نعم فبايعه الصحابة في رواية أنه بايعوه بايعوه على الموت كما في عديد جامع وفي عديد ألف أنهم بايعوه على أن لا يفروا وتمت البيعة لعثمان نبي صلى الله عليه وسلم فلما بايعه جميع الصحابة قال وهذه لعثمان نعم وهي أكرب من يدي عثمان فوضع يمينه في شماله صلى الله عليه وسلم قال هذه هي لعثمان بعد أن قال ابن عمر للرجل هذا المصري ما قال؟ قال اذهب بها الآن وهذا في صلح البخاري هذا بالنسبة للمآخذ يأخذ على عثمان طيب بعد هذه المآخذ نأتي إلى الفتنة كيف كانت ومتى بدأت بعد فاصل قصير بإذن الله أستأبنكم في فاصل وبعد الفاصل المشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا كونوا معنا خليفة الجود ذا النورين عثمانا 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 خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا خليفة الجود نلت المحبة في قلب النبي ومن سواك بنتاه من أزواجه كان لك الحياء الذي من صدقه خجلت ملائك الله لما فاض إيمانا ملائك الله لما فاض إيمانا لله درك في بذل وفي كرم يا من تلون فيه الخير ألوانا لله درك في بذل وفي كرم يا من تلون فيه الخير ألوانا بذلت نفسك للإسلام تنصره والمال ترسله حبا وقربانا يا من له بيعة الرضوان قد عقدت والمؤمنون جنوا عفوا واغفرانا والمؤمنون جنوا عفوا واغفرانا وكف أحمد قد نابت مبايعة عن كفه فغدات يمناه عثمانا وكف أحمد قد نابت مبايعة عن كفه فغدات يمناه عثمانا عن كفه فغدات يمناه عثمانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا منت المحبة في قلب النبي ومن سواك بنتاه من أزواجه كان لك الحياة ومن سدقه خجلة ملائك الله لما فاض إيمانا ملائك الله لما فاض إيمانا لك الفضيلة في الآيات تجمعها كما أراد لها الرحمن قرآنا تبا لقوم عليك الغدر قد جمعوا وحاصروك بيوم الدار عدوانا يذب عنك ابن الزراء ما بخلوا بالنفس دونك أنصارا وأعوانا بالنفس دونك أنصارا وأعوانا حتى مضيت شهيدا والكتاب على كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا حتى مضيت شهيدا والكتاب على كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا كفيك يعبق في الأرجاء ريحانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا خليفة الجود ذا النورين عثمانا بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا للت المحبة في قلب النبي ومن سوى كفيتا من أزواجه كأنا لك الحياة الذي من سلطه فجلت ملائك الله لما قضى إيمانا ملائك الله لما قضى إيمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من جديد وأجدد التحية لفضيلة الشيخة الدكتور عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا معنا أبو محمد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك ومرحبا حياك الله الله يكرمك حيا الله الشيخ عثمان الخميس مرحبا حياكم الله الله أني أحبك في الله أحبك الله بارك الله فيك أخي عثمان يعني غافظة الآن القرآن على الوليد بن عقبة وإذا جاءكم فاسكم بنا يعني هم تمسكوا بهالآية وقالوا أنها على الوليد بن عقبة وفي عثمان بن عفان هذا ويبقى آية البراء لأمنا عائشة يعني كيف هما ينتقون أشياء وتناثون أشياء أخرى يعني نعم صاحب 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 الهوى لا شك يبحث عن مثل هذه طيب أسئلة أخرى أبا محمد اي اي دقيقة ما عليش يا أستاذ أسامة بش ما عليش أخذ من وقتكم بالنسبة بالنسبة لخالد محمد خالد نعم أنا قرأت له أنا قرأت له يا شيخ عثمان ورجالا حوله رسوله هذا وقرأت له الشيخ فيه كتاب ثاني صور من حياة الصحابة العبد الرحمن رأفة الباشا نعم وأتمنى يا شيخ عثمان أن تدلني على كتب مثل هذه يعني والله رأفة الباشا جيد هذا هو يعني لا عبد الرحمن رأفة الباشا جيد لكن خالد محمد خالد يعني يهتم بالصياغة الأدبية ولا يهتم بصحة الروايات ولا في عزو ولا في شيء أبدا طب لمن نقرأ يا أبا محمد إن شاء الله يجيب الشيخ على هذا السؤال لمن نقرأ عن الصحابة ماذا أيضا دلني بس على كتب خاضر لأنني أنا أحب التاريخ وحب شباعة هذه خاضر إن شاء الله يا أبا محمد معي أحمد من السعودية السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال؟ أهلا بك ومرحبا الحمد لله مبارك عليكم الشهر وعليك أخي الكريم تفضل ممكن أتلمش أبمان الخميس؟ تفضل معك تفضل السلام عليكم الشيخ أبمان عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أبوي طيب؟ بخير أساك بخير مبارك عليك الشهر إن شاء الله مبارك عليك نصة سمت ما شاء الله عليك يا أشيخ ما شاء الله عليك وشوك أشيخ طيب؟ يا مرحبا ممكن أخذ جوالة الله يحييك أبشر يعطوني كيافة من الكنترول إن شاء الله أيضا الله الضالي عليك يا عزمان شكرا لك يا مرحبا الله بارك فيكم يعني أخونا يقول هم انتقائيون يعني إذا كانوا يتمسكون بالقرآن فلماذا لا يتمسكون بالقرآن كله؟ لماذا يتمسكون بمثل هذه الآية وقد تاب الله على من تاب؟ ولا يتمسكون بآية براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما هو لا شك يشوف الله تبارك وتعالى عندما يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض طيب ذلك لم يخزين في الديون في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تغذروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحمة يعني هناك يعني طبعا نحن إذا وافقنا على أن الآية نزلت فيه طيب وكان في ذلك الوقت الأمر كذلك تاب الله عليه انتهى كل شيء والرجل كان من المجاهدين المشهورين صاحب قتال وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ورجل فيه كرم كل ما في القضية أنه شك في أنه شرب الخمر نعم فجلد وعزل انتهى الأمر نعم لكن ما عندنا موضوع له فعل وفعل وفعل هذا كلام غير مقبول أبدا طيب أخونا أبو محمد يسأل أيضا لمن نقرأ يعني حينما أشار والله يجب إذا يريد عن الصحابة رضي الله عنه والله كتابات الشيخ عبد الرحمن رأفة الباشا جيدة نعم حقيقة يعني جيدة كتب الدكتور علي الصلابي مع أنه خاصة بالخلفاء الراشدين يعني هو عنده بكر وعمر عثمان علي الحسن وعنده عن أبو المعاوي عمر العبد العزيز نعم يعني اكتفت الدكتور الصلابي جيدة نعم جدا يعني في هذا الجانب ممكنني أقرأ لي ذهبي في سير علام النبلاء ممتاز جدا نعم خاصة ما يتحقيق الأرنقوت شيخ الأرنقوت ممتاز جدا نعم السير علام النبلاء البداية والنهاية للحاظب الكثير ممتاز جدا في هذا الموضوع حياة الصحابة الكاندهلوي يعني مثل يعني جمع نعم وبدون أسانيد المشكلة ما ستتحسم الجيد نغير الجيد فلا أنصح به حقيقة معي مصطفى من السودان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته بس أحب أقول للشيخ يعني لا فب فوق وجزاك الله خير عنا وعن بسلام وأبارك الله فيك وكسر الله من أمثالك وربنا يتغبر منا ومن إحكاك خصاله الأعمال وعمد إن شاء الله يكون في مزال حسناتك وتجد إن شاء الله أمامك وجزاك الله خير بارك الله في كثيرا جزاكم الله خيرا أخي مصطفى يعني ما من سؤال؟ لا والله معجاب ما في أي كلام والله ما في الموضوع واضح وكلام صريح وكلام دنيل نتمنى إنه أخوانا على الشيء يستفيد منه وربنا يهدينه وهدينه إن شاء الله شكرا لك أخي مصطفى معي أبو محمد من السعودية السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بفضل السلام خير أستاذ سامو الشيخ أسماع أحنا بك مسألك أبارك عليكم أشكر إن شاء الله أينو عليك يا مرحبا لو سمحت لدي سؤال أنا في واحد من أخيانة فلعم الشيء هما جادل أنا جادل ويدعمي نقلل الفكرة أبسألك يا شيخ أسماع تضل قال إنه يقول هو السم ليه ما في حديث عن روية فاطمة بنت محمد عليها رضوها الله ناشي يقول إنه يعني الرواية فاطمة بنت محمد رضوها الله عنها بنت محمد عليه السلام عاشت معاه في البيت يعني بنته ويقول ما في حديث عندكم برواية فاطمة وبينما عايشة رضي الله عنها يعني سنوجة الرسول عليه السلام بثنين من عمرها ومع ذلك فيه كم حديث طيب جزاكم الله خيرا يا أبا محمد لكن هو السؤال هل عندهم هم أحديث طيب نجيب على السؤال بارك الله فيكم شيخي شوف أو شي فيه أحديث عن فاطمة موجود عند السنة أحديث عن فاطمة لكنها قليلة جداً لأن ما هو مفهوم الحديث تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي فاطمة توفيت بعده بأربعة أشهر أو ستة أشهر وكانت مريضة وخلال هذه الفترة كانت مريضة نعم فلذلك لم تحدث إلا نبي صلى الله عليه وسلم عائشة حدثت لأن عائشة توفيت سنة سبع وخمسين يعني توفيت بعد النبي بستة وأربعين سنة نعم فرق من ما عاشت ستة وأربعين سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما عاشت ستة أشهر نعم وكان الصحابة أو كان ما بعض الصحابة يلجعون إليها للسؤال نعم وعائشة أم المؤمنين نعم طيب والناس يأتون إليها وتعلمهم وتدرسهم رضي الله عنها وأرضها فهذا الفرق بين فاطمة وعائشة رضي الله عنه ثانياً حتى في كتب الشيعة الكافي فيه أكثر من ستة عشر ألف حديث ما في حديث عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يقول لماذا لا تحدثون عن فاطمة هم ليس عندهم أحديث عن فاطمة بس ليس عندهم أحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر القليل جداً عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبهم كله على جعفر الصادق رضي الله أو على محمد الباقر أو على علي الرضا هذا أكثر كذبهم لكن الشاهدة من هذا أن الحديث عن فاطمة قليل جداً لأن فاطمة لم تحدث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعده مريضة ثم توفيت رضي الله عنه وأرضاه لكن عندنا أحاديث عن علي كثيرة صحيح أحاديثنا عن علي أكثر من أحاديثنا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان نعم ويعني أهم الأحاديث التي وردت عن سيدنا علي الحديث الذي ورد عن تسوية القبور ولم يفعلوه الذي حرم المتعة ولم يحرموها معي أخونا عبد المنعم من السودان السلام عليكم عبد المنعم طب انقطع اتصاله شيخي يعني في هذا المقام لابد أن نشير حتى ولو بداية سريعة عن بداية الفتنة على أن نستكملها في حلقاتنا القادمة بإذن الله شوف أستاذي بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر بتمهيد الأمور وحارب المرتدين طهيب حتى استقامت الأمور جاء عمر وأخذها يعني على صينية من ذهب كما يقال ثم بدأت الفتوحات في أهد عمر وصارت دول الكفر تسقط واحدة والأخرى نعم ثم لما جاء عهد عثمان الأمر اشتد وقام عود المسلمين كزرع أخر شطأه فآزروا فاستغلوا فاستوى على سوقه فقامت سوق الإسلام في أهد عثمان رضي الله عنه وعرف المشركون الكفار اليهود النصارى كل هؤلاء عرفوا أنه بالمواجه لا يستطيعون نعم ولا يمكن أن يواجهه المسلمين فلجأوا إلى خطة خبيثة وهي طعنوا الإسلام من الداخل وكان من بدأ بهذا رجل يقال له عبدالله بن سبع وهو يهودي من أهل صنعاء أظهر الإسلام وكان له أعوان ثم صار بعد ذلك يعني يحفر من الداخل من داخل الإسلام نعم وبدأ يثير الفتن بين الناس هو وأصحابه فهذا تقريبا يعني سبب رئيسي جدا في عملية الخروج على عثمان رضي الله عنه وهو عبدالله بن سبع ومعه مجموعة قامت مثل هذا العمل في مصر في الشام في البصرة في الكوفة لم ينجحوا في الشام لكن نجحوا في مصر نجحوا في الكوفة نجحوا في البصرة لأن هذه الأماكن يعني العلم فيها نادر قليل نعم في المدينة العلم في مكة في ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا من هذه الأماكن طيب ما زال العلم في المدينة في هذه الأماكن بعد ذلك صار العلم في الكوفة بعد ذلك صار العلم في البصرة لكن في بداية الأمر في زمن عمر في زمن عثمان ما كان فيها صحابة قليل جدا نعم الآن بدأنا نسمع اسما جديدا نعم هو اسم عبدالله بن سبع نعم عبدالله بن سبع يهودي من يهود صنعاء كثيرون أو ربما كان هناك فئة من الشيعة يقولون بأن شخصية عبدالله بن سبع هي شخصية وهمية هي ليست شخصية حقيقية لا لا هذا للهروب من هذه القضية وإلا قدماء الشيعة يثبتونها نعم في الكافي موجود عبدالله بن سبع في الرجال الكشي موجود عبدالله بن سبع النعمة الله الجزائري ذكر البحار الأنوار المجلسي ذكر القدماء كلهم يذكرونه ولكن المحدثين من الشيعة كمرتضى العسكري وامثاله هم الذين أنكروا شخصية عبدالله بن سبع ليقول أنكم تركبون هذه الأشياء على هذا الرجال ولا يهمنا نعم كثيرا لكن الشخصية صحيحة من ما أنكرها طه حسين طيب أنكرها هذه الشخصية طيب شيخي نأخذ اتصال أبي أحمد من العراق السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تفضل وعلى الشيخ الكبير هيا تلا مرحبا هذه سؤال للشيخ الكبير تفضل نعم هذه المعاوية ارفع الصوت قليلا خليطة الأموي ونفسي تشيخ هو خليطة المعاويات أثني لاتم ولا أجزل طيب هو ياسوب كلا واحد يعني شوف هو يقولون كل إناء في الذي فيه ينضح يعني هؤلاء ملاء الحقد قلوبهم يعني شوف خلنا نفرض كلامه صحيحة معي ابن زنا زين وأم المؤمنين أم حبيبة ابن زنا وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هم يطعنون في الرسول والله الذي لا إله إلاه يعني أن هؤلاء يعني يريد أن يطعن في الصحاب ويطعن في الرسول والله العظيم إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا يعني هذا عندما يتكلم يقول معاوية ابن زنا طيب ما يدري هذا أن ابن معاوية تزوج من آل البيت طيب وآل البيت يناسبون هؤلاء يعني هؤلاء من خبثهم حقيقة يعني هو يريد أن يغضبنا يريد أن يحزن نعم نغضب لا شك نغضب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء التافهون طيب وهؤلاء الزنادقة حقيقة يعني عندما يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النفسية القدرة طيب ما يتكلمون عن فرعون ما يتكلم عن نمرود ما يتكلم عن أبي جهل ما يتكلم عن أبي لهب ما يتكلم عن إبليس إيه والله الذي لا إله إلاه ولكن يتكلمون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحقد ملأ قلوبهم يعني معاوية رضي الله أدب هؤلاء وأمثالهم طيب وقبله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لهم يعني رسالة مني لهم حقيقة يعني أقول لهم يعني موتوا بغيظكم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا أنت ماذا قدمت للإسلام ماذا قدمت لدينك ماذا قدم معاوية الإسلام ما عرف الشواتي والصائف إلا معاوية رضي الله عنه في الغزو في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هذا رجل صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج الرسول ابنته أنت من أنت من أنت نكرة أنت نكرة لا تسوى نعالا تتكلم عن معاوية بمثل هذا الكلام فأقول تبا لك ولي أمثالك حقيقي عن هذا الكلام معي سعود من الكويت السلام عليكم السلام عليكم وما زوجوا من أهل الكفة ولا خذوا من أهل الكفة لا تزوجوا منهم ولا خذوا منهم صحيح فأهم شنو استنادهم؟ أهم قريبين من الأمم الاثنى عشر هذه دعوة شنو يستندون سم خلاصت؟ وبس يا شيخ هذه دعوة هم يدعون أنهم أتباع الأمم الاثنى عشر طبعاً الأحد عشر لا أحد عشر لأن الثاني عشر ما أولد لكن هم يدعون هذا ولي ذكرته بارك الله فيك أنهم لم يزوجوه لم يتزوجوا منه دليل أنهم براءة منهم ولا يحبونهم ولا لهم صلة بهم وهناك حديث في كتبهم الطعن في الشيعة والبراءة منهم فالقصد لا شك أنهم بريئون من هؤلاء وأما قضية حديث الثقلين فحديث الثقلين تكلمنا عنه بالتفصيل في برنامج المراجعات وإن شاء الله سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان هناك وسنتكلم عنه إن شاء الله سعاد من السودانة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحييك يا شيخ أسامة أحيي الدكتور والحمد لله دكتور لأنه إنسان نجاهد بالكلمة نزأل الله وبحق لا إله إلا الله أن نثبت على هذا الأمر العظيم والله أستكش ذورنا أما هذه الناس الله موعده أن يملأ نرجعنا من إسوء من ناس الجنائين فنحن نرجعنا موجودة نحن قدر ما إن تكلمتوهن ووديتوهن هم طعني في الله تبارك وتعالى إن طعا في أن القرآن محرف وطعا في نبي الأمة بزوجاته بزوجاته وأن الله يختار للرسول لرسوله الكريم إنسان غير فهمة يعني بنفس المستوى قالوه عزي بالله ما يمكن الله يعمل هذا الأمر والله جل وعلا في علاه ويجيب دليل بقوله أنه في يعني زوجة نوت وهناي كانت تحت عباين دلقى ثلاثة ضرب المثل بهم لأنه إن قلت في الكفر كفر عقيدي وليس خانته خيانة فراشية فالله ما يجب الخيانة الفراشية لأنبيائهم أبدا والله صحيح صحيح وإذا كان لديه إنسان جاري ولو عنده خيانة أنا ما بقوله ما برفعه احتراما لجاري فنحيك إن دلدل يريد سب الرسول ودل يريد سب الله وعاودين سب علي ذات وعلي كرم الله واشوه أسبوه بجميع السبات قالوا إن الله انتجاه وإن الله هداه الرسالة وإن الله جعله خليفة ومع ذلك إنه خلى أربعة أو ثلاثة سنفار وقدامه ليه يخون الله يعني برضو خيانة فيه هذه الناس وربي الكعبة وربي الكعبة بدن الناس أزأل الله أزأل الله أن يدمرون زيادة بمنهم خاخون ما تدعوا معهم أكثر من كده ويحفظكم الواحد والأحد القرض والصمد يحفظكم بهذا العلم أنت والعرعور والدمشقية أزأل الله باركة ركت وحياكم الله باركة ركت شكر الله ولكم شكر الله وشكر ربنا يزيدك وربنا يزيدك وأنا بقول هنيئا لذوجتك وهنيئا لكم وهنيئا لك أنت بهذا الجهاد بهذا الكل الصعب بارك الله فيكم فضل شيء ما في شيء يعني الأخت أثارت لا تعليق نعم أثارت عندك قضايا ممن نعم كلامه صحيح مئة بالمئة حقيقي يعني نعم خاصة في قضية اتهام عائشة وهذا ضرب الله مثلا الذين كفوا مرأة الروح ومرأة الوط كانت تحت عبديني كانت تحت عبديني من عبادين الصالحين فخانتهم قوم نوح وقوم لوط ما عابوا على نوح زينة زوجتي ولا عابوا على زينة زوجتي دل عنه لم يقع نعم ولو كان من زوجة لوت وقع الزينة أو من زوجة نوح وقع الزينة كان يعيبونهما على ذلك صحيح وما عابوا على فدل هذا على أن الخيانة خيانة الدين نعم كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كانت تحت عبديني من عبادين الصالحين فخانتا هما خيانة الهقيم فلم يغني عنهما من الله وقيل دخل النار مع الداخلين نعم والزاني لو كانت الخيانة خيانة زينة الزينة كبيرة إن الله لا يغفرنا أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء نعم ولكن قوله دخل النار مع الداخلين فدل على أن الخيانة خيانة الدين التي هي كفر بالله تبارك وتعالى نعم شيخي يعني بقيت دقيقتان على نهاية هذه الحلقة نختتم فيهما نلملم أوراقنا حتى نبدأ في حلقاتنا القادمة من حيث وانتهينا بذلك أسباب الخرج على عثمان نعم لنبدأ بها عبد الله بن سبأ وهو رجل يهودي نعم كون له مجموعة ساعدته على ذلك البطر تذكر لما قلنا عمر رضي الله منع توزيع المال على الناس كلا إنسان لا يطغى الرأس تغنى نعم عثمان لما وزع المال على الناس الناس الآن شبعت نعم لما بدأت تكلم طيب ليش الخلافة دائما في قريش واذا ذكرها ابن خلدون رحم الله أن العرب وجدت لماذا الخلافة في قريش لماذا لا نشارك نعم نبي نحكم لماذا لا نحكم الأمر الثالث لين عثمان طيب الله ورقة عثمان يعني هذا الذي قال تقارجوا لعثمان قالوا حميت الحمى آه الله أمرك بهذا أم على الله تفتري ما تجرأوا يقولون هذا لعمر مع أن عثمان أسكتهم قال عمر حمى الحمى ما تكلمت نعم فما تجرأوا أن يقولوا هذا الكلام لعمر عمر كان شديدا رضي الله عنه في هذه القضية فهذه الأسباب طبع عثمان عن طبع عمر عبد الله بن سبأ البذخ أو خلنا نقول راحة التي أصابت الناس دخول بعض العرب العراب أو غير العراب حتى من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام لم كما قال عمر لا يعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ما يعرفون قدر الصحابة ولا مكانتهم فلذلك تجرأوا على عثمان رضي الله عنه ولذلك عندما تأتي الذين حاصروا عثمان قتلوا عثمان لا يعرفون نزلع من القبائل لا يعرفون لهذا هؤلاء أمثالهم هم الذين يمكن أن يخرجوا إلى عثمان يمكن أن يفعلوا مثل هذه الأفاعيل لا يعرفون منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمثال الأربعة أي بكر وعمر وعثمان وعلي بل العشرة رضي الله عنهم أجمعين بارك الله فيكم بارك الله فيكم شيخ وشكرا لكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى نتدارس مع شيخنا كيف بدأت الفتنة كيف صارت أين كان صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أين كان علي رضي الله عنه وأولاده وما موقفهم من هذه الفتنة كيف استشهد عثمان رضي الله عنه وكيف آلت البيعة إلى سيدنا علي رضي الله عنه شكرا الله لكم وبرك الله فيكم جزاكم الله عننا خيرا والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته شكرا